بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم جزائرين الجزائريات العشين في الدارة في الخارج الزور فلوانا زولي الجارين السلام عليكم اشتركوا في القناة يا خبتي اليوم نشكر احد الجزائريين الاحرار لداروا يعني تكابل الشرع الشاكي بخالي وهو اخونا عمار ايت مختار وكان واحد سيدة مش فيش على ازمه هاد الناس احرار الجزائر لان بعض الناس في الجزائر دخلوها غرسوها للشعب الجزائري الحكم غرسوه للشعب الجزائري يقول بالجماعة الخارج ما يديروا ولو اللي حبي يدير بوليتيك يديرها في الجزائر رانا شفنا البوليتيك في الجزائر كما لويزح النون كما حماس حماس احد الموعا يقول لك العهدة الرابعة لرئيس الفوتبول كتبول العهدة الرابعة لرئيس بارتو لانا في الجزائر ما يقدرش انسان حر يدير سياسة والعدالة في الجزائر عدالة المخاطرات وعدالة الرئيس تماما ما فيهاش عدالة حرة ما فيهاش الناس اللي حقول في فرنسا تقول الشرع شيكي بخالي كي مجمعه في الانجليس هنا صالح وقيم واحد الانسان قانيت ترحولوا ويني داري لا كونفيرانس وما اهرب هام الناس احرار الجزائر حبوا البلاد صح لان الانسان هدايا عمار ايت مختار ترك هالشراع على فانهم بساط درجيري ترك هالشراع يعني يقال لك ديفاماسيون يعني ديفاماسيون عم يكذبوا هاد الناس كيف يكذبوا و بس شوفوا دول الجزائري باكمليها شوفوا من رئيس الى الدحت الى القابوعة ياء دي كونفلس علاش دي كونفلس لان صح لو كان حبو الديمقراطية علي الدخل للانباسات الانباسات ميدخلش كيموت جزائري كي حقرو جزائري لا لا ميدخلوش يدخلو غير على ولادهم لانا نسمعوا دوقة يحكموا جزائري في الهيروبور اهدايا هادو عندهم علاقة في الدولة عندهم علاقة مع الدولة الجزائرية لان ولادهم كيما قلت زعمهم يروح يقرأ في الخارج هم عندهم او كان نيفوش بريسيس او كان نيفوتهم هي سريقة لانا الكلب وش يخلي اكلاب هادي هي قولها صراحة هادو الناس جرائد واحد الجزائري يان جينيور حكمه في العلمان هادو قد اولاد الدولة الجزائرية هادو ما قاد والبولدان هادو نهضروا الواقع ما يحقروش ما يحقروش وقدرين جمعت الخارج يكذبونا ما يحقروش يديروا خدمتهم في الجزائر اللي كان ينحقره في الجزائر اللي كان ينحقره هادو الناس كما اخونا عمراء مختار عندو ناس مراه عندو ناس وحارك تراشاد كانت معاه وجمعت حارك تراشاد في فرنسا كانوا يصعو عكتيف كم يقولي سي بورسها ولا عندها مودة ما نشي ندفع لها الحركة ولا نشي ممبر عظم من الحركة لكن الحقيقة تقال لأنها غير ثلاث حوايج زوج في الجزائر اللي أم خايفين منها لزوفي سي ليبر اللي أخونا حوسين هارون وحمد شوشان والأخر وحركة راشاد أم خايفين منهم لأنها حركة راشاد الساكتيف في الداخل وفي الخارج من هما هاد الناس المبسطة على فرنسا وشيدين بوهمتو في فرنسا لأن البليغروند إيميغراسون في ألجيريان في لوروب هي فرنسا هي فرنسا وهدك المبسطة بيشمش علاج أقبر قنصر في العالم زعمي تاكي سيطواني ألجيريان هدك سيطواني أشرف منه أشرف منه لأن هذا سيح عنده تاريخ تاريخ مزيف كم يقوله تاريخ مزيف كريسيز قال لكم مجهد وش من مجهد هذا ما زالت قلته ما زال نعوده ما زال نحكيو المجهدين على خلاص هديك راحت خمسين سنة استقلال ما زال نحكيو على الثورة وما الثورة يا أخي نحكيو على الغدوة مش نديرو لا فيزيون بوليتيك نوانتان شو هذا لا يرحمهم ماتو لا يرحمهم دوك متنين وستين ما زالت هديك الثورة ثورة ميكا ناس من الشعب الجزائي ما زالتهم يمنوا بهذا لأن مجهد ويدي 12 مليون وليش حال بعض بعض يقولوا بناء شو هذا يديو كده يديو شي خاطئ أو يديو غير 500 ألف واحد هذا الوقع وهي ذاك وهي ذاك تما يلفلوا بولي كما يقولوا الفامير روبوليسونار يعني ابناء شو هذا المجهدين الأخير يقسموهم بنتهم قسموهم ودوق ودوق في الجزائي بتنمو عندنا دراهم وش يديرو سيس الله ينطق يقول باللي الجنوب المدلهم من حتى عشر ملايين إلى أخير وش يدير هذاك شاب يرح يدخل بوليسي هدي هو الحلة على الدولة ولادهم يبعتوهم من نصور بون لوكسبورت القانادا إلى أخير راكم تشوفوا ولادهم باريزن في المدى نيكزون كونكري ومعروف كما فريد بجاوي قاري في كندا قاري في كندا هات بش تشوفوا ومواطن الجزائري اللي قافز لأجون برومو إلى أخير يبقى في الجزائر ما دي هي الجزائر غير ولادهم مليون شخص وهذا الإنسان هذا اللونباسات يستقبل بالجالية الجزائرية لأن عيب عيب وعار القنصل فوحد ما يستقبله ودوك شاكي بخالي ليستقبله ما هذا الإنسان هذا عمر مختار ما لقل لفرانس اللي كومبليت يمدرهم ولا كين رجال مورا كين رجال والجالية الجزائرية في فرنسا ولا في الإنجليز ولا يعاونوه كما راكم تعاونوا السراقين الشعب يعاون الأحرار ما شي جالية الشعب الجزائري لقين الشعب يعاونوه يمدلوا ديروا وش حبيتوا دزوا معاهم دزوا معاهم والمعارضة المعارضة الجزائري لازم تكون موحدة موحدة علش موحدة لأن اليوم الجزائر في خطر حقيقي لأن بعض الناس يقول لك بلا بودفليقة الجزائر ما تسيرش سغل بودفليقة هو الجزائر هو كلش الجزائر كانت ما زال عندها رجالها الحقيقيين لأن الناس كما هدو كما كما بن صالح دا الجنسية في 65 الجنسية الجزائرية هو ليس جزائري لأصل وفي الدستور مكتوب باللي ليكون عنده مسؤولية ولا يكون جزائري لأصل ما عنده أي هو في 65 داها ولأصل تعهم من الغرب الجزائري يعني من الحدود الغربية كيف هو واحد أجنابي يجيس للجائر سي بورسال الجزائر احترق من ديكوفري وحوائج قانيت على المناظر الأحلى كما بن رمضان كما كانت من القاسم الأخري كانت الصورة مختومة ضد الرجال لدفعوا البلاد ولدفعوا الشعب شوفوا الناس كانوا حكمهم 62 يومين هذا 62 ويداربوا على الحكم يداربوا على الحكم كان بعض الناس يقول لك بومدين يا أخي نحيونا هادي بومدين سيتان ديكتاتور هو لي لحقنا هادشي هو لي لحقنا هادشي لأن بعض الناس ما ما نخرش يقول لك بومدين وحد البلاد وشخول هاتك تعا بكري غرسلهم بلي يزعم القبائل يحبوا يقسمون يا أخوي القبائل للرجال دفعوا على البلاد وما ندخل في هذه لأخر لأن هذه لغة كما قلت هاد موجهد هاد ما موجهد أنا وش قلت ومزيد نعوضها خليونا من هذه الثورة غدوة وش نديرو مدون حلول غدوة غير غدوة إلى آخر هذه هي الجزائر نقول سلام عليكو وآلقائكم 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 شكرا